ألف تمنمية تسعة وتمانين استخدم الفيلسوف الألماني ماكس ديسوار مصطلح البارا سيكولوجي للتعبير عن بعض الدراسات العلمية لبعض زواهر الإدراك اللي بتحصل للإنسان خارج الحواس الخمسة وبيتألف مصطلح البارا سيكولوجي ما وراء علم النفس أو علم النفس الموازي من شقين أحدهم البارا ويعني قرب أو جانب أو ما وراء أما الشق التاني فهو سيكولوجي ويعني علم النفس وفي الوطن العربي هناك من سماه بعلم الخارقية أو من سماه علم القابليات الروحية وسميه كذلك علم النفس الحس السادسة ولكنه ظل محتفظا باسمه لعدم الاتفاق على تسمية في اللغة العربية موحدة وتم تقسيم البارا سيكولوجي من قبل العلماء المهتمين بالنوع ده من العلوم لأربع مزار